هذه الحلقة برعاية Assassin's Creed Origins على الأكس بوكس 1 السلام عليكم في الألعاب الفيديو دائما نرى تحديات ورقام قياسية من الصعب كسرها في هذا الفيديو سأذكر لكم 5 رقام قياسية من المستعيل كسرها في الألعاب نرى دائما تحديات بطولات عالمية وغالبا نعرف اللي يشاركون في البطولات يجوك جدا فنانين ومحترفين ولكن فيه ولد مسمى باسم Little Poison وعنده رقم قياسي عجيب وهو أصغر لاعب يشارك في بطولات عالمية بدي يلعب وهو عمره سنتين وأول بطولة محلية يشارك فيه وعمره أربع سنين وجاب المركز الرابع فيها وتم انضمامه بفريق MLG المشهور حق البطولات العالمية وهو عمره سبع سنين سبع سنين متصورين بس ولكن اعتزل الجايمينج وهو عمره 15 سنة وللآن يمتلك الرقم القياسي لعبة باكمان من الألعاب اللي ميهي سهلة وفي أيام الثمينات كانت دائما يقوم تحديات على لعبة باكمان من يجيب أعلى سكور بس في ناس عدوا المرحلة هذه وحاولوا انهم يسوون شي أصعب بكثير هو انه بعد ما توصل المرحلة 256 اللعبة تقلج ونصف الشاشة تختفي والحين لازم تلعب من غير ما تشوف نصف الشاشة سبع شخاص حول العالم قدروا يخلصون هذا التحدي واثنين فقط قدروا يخلصون على التيربو مود وهو يعتبر أصعب مستوى تخيل لو قلتلك اني أقدر أختم لعبتين في نفس الوقت هتقول مستحيل ولا تقول كيف هل بتلعب على شاشتين وكنترول في يدك وكنترول في رجولك المهم فيه شخص ختم ثلاثة لعاب في نفس الوقت وهي ميجا مان اكس وميجا مان اكس تو وميجا مان اكس فيه ويضا ختمها في رقم قياسي بعلمكم كيف الرجاء شابك كنترول واحد على ثلاثة أجهزة وشابك الثلاثة أجهزة على شاشة واحدة يعني لو ضغط زر النقز كلهم ينقذون في نفس اللحظة شي عجيب ولا عارف كيف أوصف صعوبتها وختم الثلاثة لعاب في وقت قياسي وهو 43 دقيقة يعني لو نجيب واحد عادي أقل شي عشان يختم جزء واحد ياخد ثلاث ساعات والشي العجيب كمان انه يكتل الزعيم الأخير في كل الأجهزات في نفس الوقت دائما نسمع بناس يسوون مراثون في الألعاب وجاء شخص قال أبغى يجيب الرقم القياسي في أطول مراثون في الألعاب وقدر يلعب لعبة كولوف ديوتي بلاك أبستو لمدة 135 ساعة متواصلة وجاب الرقم القياسي ودخل موسوعة قينسة للرقام القياسية بس ولكن بعد سنة تيجي مدرسة وتلطش الرقم القياسي منه ولعبة لعبة جس دانس لمدة 140 ساعة متواصلة واللي ما يعرف لعبة جس دانس هي لعبة رقص ترقصها قدام الكاميرا بس خلينا استوعب 140 ساعة حركة من غير نوم ولا راحة أنا لو تقولي لو أوقف لمدة 5 ساعات راح أطيح مكاني أغلب القيميرز لما تسألهم عن أصعب لعبة غالبا نذكر لعبة دارك سول أو بلوت بورد بس في واحد قال بخلي اللعبة شكلها سهلة وبسوي كم تحدي والتحدي هو أنه يلعب لعبة دارك سول بكنترولات مختلفة ويختمها وختمه هو يلعب على القيتار والدركسون والطبل حق دونكي كونغ والطبول والميكروفون والبيانو حق روك باند وكنترول الوي وقاعدة الرقص وكمان بيد الأكس بوكس 360 ولكن الناس بتقول أنه سهل بيد الأكس بوكس ولكن لا 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 هو حط قانون أنه يستخدم إصبع واحد فقط وهو يلعب على يد الأكس بوكس 360 وكذا نوصل لنهاية المقطع إن شاء الله عجبكم المقطع وإذا عجبكم لا تنسونا الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة ولا تنسوا تتابعوا الفيديوهات السابقة لخمسة أشياء وتوب تين كان معكم أخوكم مرانا حازمي نشوفكم إن شاء الله على الفخير ومع السلامة